خلق هلوعة العجلة التي في الإنسان هذه هل تعتبر قيم؟ أحسن أحسن هو في الحقيقة ليست فطرية وهذا من المسائل التي يحصل فيها اشتباه كثيراً خلق هلوعة نعم خلق جزوعة نعم أليست هذه بمعنى أنها فطرية؟ نعم يعني هذا هو هذه المسائل يحدث فيها اشتباه كثيراً الإنسان فيه دافعان أو نازعان فيه الفطرة وفيه الغريزة والغريزة هي مجموعة من الدوافع التي غرضها البقاء ولذلك تجد مثلاً أن الحرص في الأساس هو رغبة في تملك الأشياء التي تعينها البقاء وقد يذهب في حده الأقصى والعنف مثلاً الغرض منه هو الدفاع عن النفس والمحافظة على الحياة والاستلاء على الطعام من الغير وتجد الحسد كذلك وتجد الكذب وتجد يعني هناك مجموعة من الممارسات لها غرض لا يفعلها الإنسان عبثاً وغرضها هو البقاء وأصلها مفيد لأن الأصل فيها الحد الأدنى الكافي المسموح به الغرض منه أن يحافظ الإنسان على بقائه لأنه لو لبقاء الإنسان ما كان هناك فرصة للقيم القيم تتجلى بكائن موجود ولكن لأن هذه الغرائز داخل هذا الإنسان قد تشط به وتذهب به إلى معاني فيها ظلم وعدوان على آخرين احتاج إلى هذه المعاني القيمية التي تحده وهذا ما يميز الفرق بين الإنسان والحيوان فإن الحيوان تحكمه وغرائزه لأنه يريد أن يبقى وتجده لديه بعض هذه المعاني مثلاً الأمومة والجماعة ستجد مجموعة من المعاني في عالم الحيوان الغرض منها هو البقاء أن نبقى في هذا العالم ولكنه يتعدى فيعتدي ويسلب في حين أن الإنسان لو كان وهذا ذكرته في البداية أنه فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذه القيم أنها تجعله يسمو وليس أن يبقى فنحن سنبقى من خلال غرائزنا ولكن نتميز عن عالم الحيوان أن نسيطر على هذه الغرائز والدوافع الغريزية التي تساعدنا على البقاء أن نسيطر عليها ونوجهها ولاحظ أن هناك قيمة توجهية من خلال عالم القيم عالم القيم عالم وجوبي الغرائز هي عالم وجودي يعني عالم الوجود عالم البقاء وهذا أحد يعني يعني إذا سمحت لي أن ندخل من خلالها إلى فقرة التصادم بين القيم ستجد أن العالم الحديث يتمحور حول البقاء البقاء والتملك والسلطة وكل هذه المعاني التي محورها الرئيسي والبقاء أن يبقى الإنسان أن يخلط البحث عن الخلط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر